صباح السادس من سبتمبر الجاري كان موعد انطلاق المشاورات التي سعى لها طويلا مارتين جريفث ومن قبله ولد الشيخ بين الحكومة وميليشيا الحوثي لكن وفد الحوثيين لم يصل بعد إلى مقر عقاد المشاورات في جنيف اشكالية في وصول وفد الحوثي يقول التحالف إنه منح الطائرة الأممية تصريحا رسميا للوصول إلى مطار صنعاء لنقل الوفد بينما يقول الحوثيون إنهم اشترطوا على مارتين جريفث أن تنقلهم طائرة عمانية وليس طائرة تابعة للأمم المتحدة وأنباء عن اشتراطهم أيضا نقل بعض القيادات والجرحى في نفس الطائرة إلى مسقط إذن مشكلات إجرائية حالت دون الوصول إلى مقر المفاوضات فكيف سيكون ما بعد ذلك؟ يبدو المزاج الشعبي غير متفائل بهذه المشاورات فقبل عامين وفي نفس المدينة نظمت الأمم المتحدة جولتين من المفاوضات بين الحكومة والانقلابيين ولم تفضي إلى نتيجة بسبب تعنت وفد الحوثيين المبعوث الأممي مارتين جريفث التقى صباح اليوم الخميس بالوفد الحكومي في مقر عقد المشاورات في الوقت الذي ألمح فيه الوفد إلى مغادرة جنيف إذا لم يصل وفد الحوثيين بحسب مصادر إعلامية الشرط الموضوعية لعقد مفاوضات بين الحكومة والانقلابيين منتفية تماماً كما يرى مراقبون لا شيء تغير كثيراً في موازين القوة على الأرض حتى تنجح مفاوضات 2018 فيما فشلت أربع جولات متتالية في 2015 و2016 في جنيف والكويت ورغم ذلك تتجه أنظار اليمنيين والعالم إلى جنيف حيث ينتظر وفد الحكومة وحيداً بينما يحاول الطرف الآخر في صنعاء لي ذراع الجميع رافضاً تقديم أي تنازلات حتى ولو من باب إبداع حسن المياه ترجمة نانسي قنقر